صباح الخير يا دجلة وصباح الخير على زميلاتي بأرفيل وبعمان اليوم رح نسوي طبق المحشي بطريقة كلش سهلة زين خلونا نبدأ بهذا الطبق ولازم تجربوه يعني هاي الطريقة لازم تجربوه حاجة عدل بس خلي ألبس الصدرية اه 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 اهم شي الصدرية بالمطبخ كلش ضروري وهذا الباذنجان وهذا الزكيني الشجر حلو خلونا نبلش مباشرة بش يخمح شي هاد ربح كيلو لحم عجل مو مشكلة بس ويقفت شوية لانه حتى تطعم دسومة اكثر حاجة عدل ضروري وراه نجيب التمن الرز هاني نقحته وغسلته غسله معدله رح نضيفه وين فوق اللحم وهنا رح اضيف ثلاث ملاعق معجون ضبط الطبخة لازم واحد يطبخها بنفس كلش طيبة صح لو لا احبت ينثوم وراح نقصرهم بهالشكل البتيتة رح نسويها يعني مو بالمكش يعني ما رح نمردها كلش لازم شوي يصر بها خشونة حاجة عدل يعني بهذا الطريقة هذا الكبر ما نلبتيته اللي احنا نريده كل عائلة عراقية تطبخ الأطباق يعني بطريقتها مثلا دول ما يطبخوها بطريقتهم صح لو نعم فاحنا هذا الشيخ محشي رح نطبخه بطريقتنا حال شو عدل فاحتقت اللي رح يشوفه رح يحبه هواي شو تقولون والبصل كذلك رح نسوي نفس الحجم هاي هذا البصل أنا استخدمت حبه وسط وهسا وصلنا مرحلة الكرفوس هذا يا pentطعم كلش قوي يعني أساسي بهذا الطبق هسا عد احنا رح نلبس الكفوف رح تقول دولي ليش رح نقول لكم لان الكفوف بالثرم يعني انا نفسي ما نصح بيها حتى يعني مطعم برطانية شان يقدم الأطباق فأثناء الثرم أكو التمنت ثرم ما تحس بالشيف إذا ضربت الشيف بالستشين ما رح تحس به صح لو خطأ فيمكن يروح بالأكل فإذا تضرب إيدك تحس به سو هذا ضروري يعني لهذا السبب يعني أغلب الشيفس ما يلبسون الكفوف أثناء الثرم رح نشيل المكونات اللي فرمناها ونخليها بالكاسة ويانا أنت لو لا هسا حشونا أنتو من تشتغلون بالمطبخ يصير هوسة لو مو هوسة يعني كلش ضروري إحنا لازم المطبخ يصير نظيف أثناء العمل ليش على مودة الطبقة يطلع عدنا كلش طيب هاي ضروري يعني لازم تحفظوها كلش جزيلا حلو هنا عدنا كمون رح نخلي عليهم وبعدها كذبرة الكذبرة هم ضرورية حاجة عدل ووراها الثوم الباودر والفلفل الأسود الأشياء اللي مخليها آنة بظهر يعني كلها أستخدمها يعني محطها للعرض فهذا الملح البارحة المملح حمالتنا رح اطبخت برة ونسيناها برة رح هي شعة طبيعة هاا اها رجعي المكانيش هسه دبس الرمان وذا كان دبس الرمان أصلي الطبق رح يطلع كلش طيب أنا رح اجيبهاي نخلط كل المكونات لانها صارت كلش صغيرة وهاسه رح نبدي نخلط بها الطريقة هاي راح نجيب الشجر وهذا الحشو يلا بالله انتو تشوفون اسهل من هاي الطريقة لو ماكو يعني احتقد هاي كلش سهلة الطريقة لا تخلونه هاي كلش تترسوف يعني لانه بعدين نتمنق ويطلع من الشجر فبهالشكل كلش جد ونجيب الثاني اوهم نحشيه هذا البذنجان كان هواية من الشعب العراقي يحب هذا البذنجان فشوفو منو بيكم ما يحب البذنجان احتقد كلش قليل اللي ما يحبوه هسه الجدر صار قدنا تقريبا جاهز سبعين بالمية هسه راح نشغل الطباخ يعني الوسط شوية فوق الوسط الحرارة شوية فوق الوسط زين هسه شنو قدنا نرجع هاي المكان هاي ونجيب جدر الشيخ المحشي شوفو ايش تنصار هذا الشكل اللي احنا نريده وهذا الجدر راح نغطيه حلو؟ وهذا السوس راح نضيفه فوقها بعد السبع دقائق اللي هو ملعقة معجون وكوبين ونصف ضبط مي و اقل النصر بوح كوب دبس رمان هذا نخليه قبتلكم بعدين الله هذا الشكل اللي احنا صدق الريدة شوية حب مرقة الشيخ المحشي يحب مرقة هواية مغطيها وهم نغسل الكاسة ورجعنا وراء اربعين دقيقة ضبط ما شاء الله هذا الشيخ المحشي المعدل راح نخليه بالطبق شوفو بسم الله من عشاق البذنجام شوفو وهس الشيخ المحشي صار جاهز مية بالمية اعمشي هاي اللمسات الحلوة يعني اتمنى من المشاهدين يجربون هذا الطبق ما عرفوا الريحة مالته هنا ترسلت للستوديو كلش فان شاء الله تجربون هاي الطريقة ورح تؤجبكم هواية بس خليانا اجربها قبلكم محسن نجيب خاشوقي او ملعقي بسم الله هذا الشيخ محشي اللي احنا نريده وما احشي لكم ع البذنجان اشلون صعير يعني هو البذنجان طيب بكل احوالي صح لو لا وناكل شوية ونقل لكم مع السلامة ونشوفكم بالفيديو الثاني